دور الشعر سابقاً سواء في القريض أو الشعبي أو لنقول المحكي باللهجة المحكية هل كان دوره سابقاً أكبر في إيصال القضية أم الآن أصبح له مساحة أكبر وأوسع؟ حقيقة يعني أولاً الشاعر يقال الشاعر شاهد عصره والشاعر هو ضمير الأمة فبالأمور أو السنوات أو الأيام العادية هو الشعر موجود لكنه عندما يصير مثلاً أحداث صراعات فينهض هنا الشعر اللي يقوم ليدافع لأنه خاصة مثل الفكر الحسيني أو الشعر شعر عقائدي يعني طالما كان الفكر الحسيني هو يعني إلى أعداء فكان يعني حقيقة هو صوت الحق صوت الفكر المحمدي الأصيل فكان في كل دور حسب ظروف المرحلة فهو في كل الأحوال هو الشعر يعني سلاح مهم يعني يعتبر سلاح إعلامي يعني بصراحة بالحرب تتوقف البنادق والمدافع لأيام معدودة أو محددة لكنه الصراع العقائدي والإعلامي يستمر يعني يستمر يعني فله أحد هدوات هذا الصراحة هو الشعر بالتالي أمها فسئسها والشعر يقال أنه ديوان العرب وكانت تفتخر العرب سابقا عندما ينولد هذا شعر في قبائلها لأنه يدافع عن أيامها عن مظلميتها عن حقوقها فالشعر يعني مهم يعني شي خطير بصراحة حياة الأمة اشتركوا في القناة